شنت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية حملات لضبط الاسواق في ظل غياب الضمائر لديهم يقوم البعض بتجميع سلع منتهية الصلاحية بهدف التربح من ورائها غير عابئين بصحة المواطنين هؤلاء تستهدفهم الاجهزة الامنية بحملات متواصلة حيث نجحت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط خمسة اطنان وخمسمائة كيلو جرام لحم منتهية الصلاحية بثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية وكمية اخرى قدرت بسلاسة اطنان ومائتي كيلو بثلاجة بالقاهرة اضافة الى ثلاثمائة واثنين كيلو لحم منتهية الصلاحية معباء داخل العبوات بحوزة قائد سيارة بالفيوم الادارة نجحت في ضبط سلاسة الاف وثمانمائة قطعة مستلزمات طبية متنوعة مجهولة المصدر وذات اثر دار على الصحة بحوزة مسؤول احدى شركات المستلزمات الطبية بالقاهرة اضافة الى ضبط اربعة الاف ومائتين وثلاس وثمانين عبوة وكرس خاص بعلاج امراض متنوعة مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمرقية بصيدلية بالجيزة وعلى صعيد ضبط المتلعبين بدعم المواد البترولية تمكنت الادارة من ضبط واحد وتسعين الف لتر سولار مدعم محملة على سلاس سيارات معدة لنقلها استولى عليها مسؤول مخزن غير مرخص للمواد البترولية بالقاهرة تمهيدا لبيعها لاصحاب المحاجر محققا ارباحا غير مشروعة اشتركوا في القناة